موسيقى حذر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكر من اقدام قوات الوفاق بطرابلس على القيام بهجوم على مدينة سيرت بدعم من القوات التركية وقال بكر في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي توتر الجيش الوطني الليبي يتوقع هجوما تركيا بمشاركة الميليشيات الارهابية خلال الساعة المقبلة لو فعلها اردوغان فعليه ان ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراطا واذا كان اردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي فعليه ان يعيد قراءتها جيدا وان يدرك ان الجيش المصري ما به الزرش وعلق منذر للشيخ مبارك لا شرعية الان في ليبيا حسب اتفاق الصحيرات الا شرعية مجلس النواب واي تحرك من ميليشيات الارهاب والدوائج في طرابلس يعني مواجهة العالم مصر وضعت خطها الاحمر عند سيرت ذلك الخط الذي يصطف خلفه الشعب مصر كاملا حفظا لامنهم القومي فهل ستقوم ميليشيات الوفاق بحرب وكالة عن تركيا ردا على خبر الحدث الذي يقول مصادر للحدث القاهرة فتحت خط اتصال مباشر مع الجيش والبرلمان في ليبيا لمتابعة التطورات هذه التصريحات جاءت بعد وصول امدادة عسكرية ارسلها السيسي الى مدينة طبرق بشمال شرق ليبيا لمساندة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وانشر المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز الصراج عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لسيارات نقل مخصص لحمل الاسلحة والعتاد الحربي يقف بمحاذاتها اشخاص يرتدون زيا عسكريا دون ذكر اي تفاصيل اخرى وعلى فيسبوك قالت عملية بركان الغضب صورة خاصة للمركز الاعلامي التقطت الثلثة في طبرق تظهر امدادات عسكرية قادمة من مصر في الثامن من ابريل الماضي نشر المركز الاعلامي صورا تظهر وصول سفينة من مصر الى ميناء طبرق على متنها اربعون حاوية تحمل امدادات عسكرية وكميات من الدخائر الى ميليشيات حفتر الارهابية على حد تعبيرهم اجواء الحرب في المنطقة بدأت تتسع شيئا فشيئا فقد غادت مدينة سيرت وهي المدخل الرئيسي لابار النفط في شرق ليبيا ومسقط الزعيم الراحي المعمر القد فيه لتشكل مجددا محور النزاع بين السلطتين المتنافستين وخطا احمر يمكن لتخطيه اشعال حرب اقليمية لا هوادة فيها فقد حضر رئيس المصري عبدالفتح السيسي في العيشين من يونيوم ان تقدم القوة الموالية لحكومة الوفاق الوطنية التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق وتخطيها سيرت والجفرع سيدفع بلاده الى التدخل العسكري المباشر في ليبيا وهو ما يبدو انه قريب جدا بعد الحشود والتحشيدات العسكرية التي قامت بها تركيا وحكومة الوفاق في المنطقة ويمارس حلفاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر حاليا تصعيدا كلاميا بعد فشل حملة العسكرية على العاصمة الليبية مع تأكيده الثلاثة تأييده لتدخل عسكري مصري بمواجهة النفوذ المتزيد لانقر التي تدعم حكومة الوفاق الوطنية وتشهد ليبيا التي تملك اكبر احتياطي نفطي في افريقيا كلها نزعا بين سلطتين حكومة الوفاق برئاسة فايز الصراج ومقرها تارابلوس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وشزئ من جنوبها والمدعوم من معظم الدولة والبرنامان المنتخب ومقره الطبرق وبمسندة انقر حققت حكومة تارابلوس انتصارات عسكرية واجبلت قوة حفتر على الانسحاب لسرطة المدخل الرئيسي لأبار النفط في شرق ليبيا لتشكل المدينة وهي مسقط الزعيم الراحل معمر القدف مجددا محور النزاع بين السلطتين المتنافستين ومساء الاثنين علن مجلس النواب الليبي المؤيد لحفتر انه اجاز لمصر التدخل عسكريا في ليبيا لحماية الامن القومي للبلدين ولم تصدر من مصر تعليمة تنفيذية ردا على بيان مجلس النواب الليبي لكنهم في القاهرة يرون ان اهم شيء قيل في حينه تم تحديد الخطوط الحمراء ومشروط الهدنة وفي الوقت نفسه قال النطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسمر ان معركة كبيرة يمكن ان تنشب في الساعة المقبلة في منطقة سيرت والشفراء